قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق النووي مع إيران غير معقول وما كان ينبغي إبرامه ترامب أشار إلى أن إيران تختبر صواريخ وتسبب مشكلات في المنطقة لافتا إلى أنه لن يكون من السهر على طهران استئناف برنامجه النووي من جهته صرح الرئيس الفرنسي أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة على مواجهة الإرهاب بشكل مختلف والتصدي للأسلحة المحظورة في كوريا الشمالية وإيران ترجمة نانسي قنقر